السلام عليكم وتتبعي القناة مرحبا بكم في الصفحة 155 من كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي اليوم مع الأسبوع الواحد والثلاثون لدينا هنا تصفية الصعوبات القرائية أولا أقرأ وأضع علامة في الخانة المناسبة لدينا هنا سؤال هل قرأت الهمزة نعم أم لا إذن لدينا جمل فيها همزة فسنجيب هل قرأنا الهمزة أم لا إذن لدينا هنا ألعيد حل ألعيد ألعيد إذن هنا قرأنا ألعيد ثم هنا إفرح إفرح إي إفرح قرأنا يا أمين يا أمين إذن العيد حل إفرح يا أمين إذن هل قرأنا هنا الهمزة نعم قرأناها الجملة الثانية يفرح الطفل في العيد دلنا يفرح الطي هنا لم نقل يفرح الطفل إنما قلنا يفرح الطفل في العيد هنا الألف لم نقرأه لا في الكلمة الأولى ولا في الكلمة الثانية لدينا يفرح الطفل في العيد إذن هنا لم نقرأها إذن نضع ألم في في لا الطفل أحمد مجتهد إذن هنا الطفل في أول كلمة قرأنا الألف الطفل أحمد كذلك قرأناها مجتهد إذن هل قرأت الهمزة نعم قرأناها الجملة الرابعة يلعب الولد يلعب الولد إذن هنا لم نقرأ الهمزة يلعب الولد إذن هل قرأ الهمزة لم نقرأ الهمزة والجملة الأخيرة لدينا الولد يلعب الولد يلعب receiving إذن قرأنا الهمزة الولد يلعب ثانياً أضع الأسهم وأقرأ إذن هدسة صار معه عندما نجد ألف لا نقرأه يعني لا ننطقه اشتريت هنا قرأنا الألف اشتريت الملابس لم ننطق الألف اشتريت الملابس الجديدة كذلك هنا يعني نطقنا السين بعده اللام كذلك هنا نطقنا التاء بعدها اللام اشتريت الملابس الجديدة لن ننطق لم نقل الملابس الجديدة فإنما نقول اشتريت الملابس الجديدة في العيد كذلك هنا ننطق الأريف نقول في العيد إشتريت الملابس الجديدة في العيد نسبة للجملة الثانية زارت الأسرة الأهل والأحباب إذن هنا نقول زارت الأسرة لم نقول الأسرة إذن هنا بعدها نطقي التا تأتي بعدها الزارت الأسرة زارت الأسرة الأهلة كذلك هنا زارت الأسرة الأهلة والأحباب إذن بعد الواوي ننطق اللا كذلك هنا زارت الأسرة الأهلة والأحباب زارت الأسرة زارت اللا وإذن هنا نقول الزارت الأسرة زارت الأسرة الأهلة والأحباب العيد حل يا أطفال إذن هنا ننطق الهمزة العيد حل يا أطفال إفرحوا بالهدايا إفرحوا بالهدايا هنا ننطق الهمزة لم نقل بالهدايا وإنما قلنا بالهدايا إفرحوا بالهدايا ننطق الهمزة بعد الباء إفرحوا بالهدايا العيد حل يا أطفال إفرحوا بالهدايا ننتقل إلى أقرأ الكلمات أيضا أحب حين ذكرى حفل الموالي إذن الكلمات لدينا أيضا أحب حين ذكرى حفل الموالي أقرأ مع رفيقاتي ورفاقي أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة أضحك أبكي أسكت أحكي أفرح أحزن أغضب أشكي أكره أندم أحب أهتم أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة إذن لدينا أحاسيسي كثيرة يعني أحس بأحاسيس كثيرة يعني متنوية ومشاعري كبيرة ما أشعر به أكون كبيرا أضحك أبكي يعني مرة أضحك عندما يكون شيء يضحك وقد أبكي عندما يكون شيء ما يكيني أسكت أحكي إما ألتزم الصمت أو أحكي لأصدقائي أو عائلتي شيئا ما أفرح أحزان إذا ما يكون مثلا شيء يفرح فأنا أفرح وإذا ما أصابني شيء مفزع فأنا أحزان أغضب أشكي يعني أغضب من شخص ما مثلا إذا قام بفعل ما وأشكيه مثلا إلى أبواه مثلا أو أخوه أو غير ذلك أكره أندم يعني أكره شيئا ما لا أحبه وكذلك أندم على فعل ما قمت به إذا ما قمت بفعل ما وبعد ذلك لدمت على ذلك الفعل الذي قمت به أحب أهتم يعني أحب شيئا ما فأنا أهتم به أهتم بالذي أحبه أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة إذا نعيد آخر قراءة أقرأ مع رفيقاتي ورفاقي أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة أضحك أبكي أسكت أحكي أفرح أحزن أغضب أشكي أكره أندم أحب أهتم أحاسيسي كثيرة ومشاعري كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر